زال الزلزال وتدعياته وطبعا من الحاجات المفارقات لرجال الإنقاذ وهم بيدوروا كده وبيدوروا على ناس وعلى ناجين وخلص هما تقريبا توقفوا تماما سواء في روسيا في سوريا أو في تركيا عن البحث عن ناجين لأنه خلص تقريبا الأمال تضاءلت تماما في العسور على ناجين احنا بنتكلم على 14 يوم وعملية بتكون صعبة جدا مسألة العسور على أي حد ناجي لكن لقوا مبارح واحد أو واحدة مبارح يمكن لقوا حد بعد 13 يوم وكان أيضا رقم قياسي في العسور على ناجين وعملية بتكون في منتهى الصعبة لقوا بجانب جسة 2 مليون دولار من المفارقات العجيبة اللي تم الكشف عنها من جانب السلطات التركية إنهم عثروا على 2 مليون دولار بجوار جسة تحت الأنقاذ في تركيا وقال إنهم سلموا الفلوس زي رجال الإنقاذ أو الإطفاء في غازي عنتاب المليوني دولار زي ما احنا بنشوف وبعد كده لقوا طبعا بيسلموا هذه المبالغ للجهات المعنية أو للشرطة التركية ولقوا بعد كده كمان مبالغ أخرى بما فيها كمان عملات ليرة تركية ولقوا فيها جزء مزور يعني قالوا حتى في عملات لقوها كمان مزورة ولقوا حاجات كثيرة جدا وده بيكون لأنه فيه نهيارات والبيوت والبيوت بيبقى فيها يعني آدي 4 مليون ليرة تركية لقوها ولكن قالوا تقريبا المبلغ ده لقوه مزور بعد كده آه اكتشفوا إنه المبلغ ده مزور وبعد كده لقوا مبلغ آخر دولار 150 ألف دولار ولكن قالوا أيضا الدولار دي دولارات صحيحة وغير مزورة وهناك العديد طبعا من الحالات نتكلم النهاردة على عدد من اللي راحوا ضحايا أكتر من 40 ألف واحد سواء في سوريا أو في تركيا نتيجة لهذا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم 6 فبراير الحالي وإصابات تجاوزت أكتر من 120 ألف تقريبا إصابة ما بين تركيا وما بين سوريا وأصار الزلزال ما زالت حتى الآن مؤسرة على البلدين تركيا النهاردة بتتكلم على بناء مساكن سابقة التجهيز في المناطق المدمرة لنقل الأهالي لها بيتكلموا على أماكن بيتم بناء اعتبارا من شهر مارس اللي جاي بناء مساكن جديدة في بعض المناطق ولكن هي راعوا فيها مسألة الكود الزلزالي عشان لأي زلازل قادمة في هذه المنطقة أو مناطق أخرى تكون عندها القدرة على مقاومة الزلازل وأيضا متطوعين احتفلوا به في تركيا في تركيا عملوا زي ما بقول كده بناء منازل اعتبارا من مارس اللي جايزة ما تكلم أردوغان وأهل هذه المنازل تكون يعني تبدأ تكون جاهزة خلال سنة يبدأوا يسلموا الناس كل سنة معرفش مئة ألف وحدة تقريبا ولا ايه يبدأوا يسلموها للناس اللي هما تعرضوا وبيوتهم انهارت أو هدمت أو هيتم هدمها لأنه بتكلموا على عشرات الألاف من المنازل هيتم إزاليتها بالكامل واعادة بناء المناطق دي مرة أخرى من جديد طبعا هتاخد وقت طويل جدا عشان ترجعها لما احتاجها عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الأماكن مش هتاخد وقت يعني مش في وقت قليل لا هتاخد عدة سنوات عشان يرجعوا المكان أو الأماكن دي مرة أخرى وكمان عشان الحالة النفسية اللي عند الناس بدأوا ياخدوا الناس يسكنوهم في خيام في بعض الملاعب في أطرقات أماكن بيابنوها حتى النهاردة الأماكن اللي هي بعض الوحدات السابقة التجيز في تركيا وكانوا ميعملوا من يومين من يوم الجمعة بيشتغلوا عشان يبدأوا يسكنوا الناس عشان درجة حرارة المنقفضة كمان وظروف الطقس ومعاناة شديدة جدا وضع إنساني صعب جدا موجود في سواء في سوريا أو في تركيا